اشتركوا في القناة المشركين والمسلمين على وسببنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما لتراقب على والعقب على اللا قافلتنا يا قريش اللا عيرنا يا قريش اللا برشوت لدقيش والسكشا من دقيسو من مدينة سمككين دقيسو العقب على وتون فقروا دي اللا يام اللي نفس اللي يامل غضوة بدرلت قبيدي بالهالليت والنبي صلى الله عليه وسلم عيون لأيك على انتات لأيك على استطلع لأودو لأخبار لما تطوي وكمسر فقروا مدينة وسك مكاكة سك شاب النبي سوى قريش لخبر دي بالنبي صلى الله عليه وسلم بطحى والنبي صلى الله عليه وسلم خبركم سلم بطحيو جح هذا ورتبه ونفقر بلاء وآآ بقيد لشفقو نفسهم رتبو تلتمية وثلاثة عشر نفر علو سحاب ردوان الله عليه وسلم الرسول أو تلتمية واربعة عشر اللي تبهلو سلسمائة اللي تبهل سلسمائة واحدة سلسة علو أو سلسمائة واحدة سلسة عربعة علو وكمان اللي تبهلو سلسمائة واحدة سلسة عربعة علو اثنين وتمانين أو ثلاثة وتمانين أو ستة وتمانين اللي من المهاجرين علو وواحد وستين من الأوس علو ومية وسبعين من الخزرج علو ولما يعني استعداد كافي على قلومني كاملي على قلومني كروت فرس بس وسبعين بعير على قلوم سبعين قمل وكل فرس بس على قلوم واتكمكمو اللي اندهل باكم من المدينة المنورة ولواء عقدو وللواء اللي لواء طعدة على ومسحب بنعمير رافع على قل لواء كلو نايا جيش كلو وقل له مهاجرين يعني علم على قلوم نايا يومش على قلوم علي بن بي طالب رافع على وقل له انسار برضو لواء على قلوم وسعد بن معاد رافع على والنبي صلى الله عليه وسلم ابني أم مكتوم ولو خليفة وضع دي بالمدينة المنورة قل حدقاء ثم من مكانه من الرحاء أبا لبابا بن عبد المنزر النبي صلى الله عليه وسلم دي مدينة بينا عفوانا اللي ابني ممكتوم قلو حدقاء قلو استخلافة والنبي صلى الله عليه وسلم لجماعتو سك بدر فقرا ما اللي كان بدرت بهل مية خمسة وخمسين كيلو تا من المدينة المنورة جنوب قرب المدينة المنورات فنجاء ادبر والدعب سلس اه ادبر اخر دعض كاء بالدعب وصلس كبا while عدوة القصوى اه ارود عرب سلس منقي عادرت لبادر فنجاء ادبر لها عدا وقد ق 물어�بط للدنيا وتأخبر السلس كافدي بدة وسلس منفذ متعبال ومنفذ سلس منفذ من فط قرس ملاباي الاجكμη ويجرس دي يعني مصافة من مدينة المنورة منها مية خمسة وخمسين لتريم أكان تألى بدر الله في البال. دي بإلا كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم لغريش توقعهم على والنبي صلى الله عليه وسلم بلا فقرة وطييني لقافلة ولا قبيتة يعني مقبتة لازم من ما كلمته سكشامل قيسو بلا كان إلا ماته ودي بلا كان نقل كامل لوم الحد علاء ودي بلا كان إلا قاس دا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بمت على أي واحد من كان لمن تقبي بيعتي نتأمن قبي لقبي ومساكب بديبة قلب بديبة ونخيل بديبة وحياتكم تسألة على قدام التكرر ديبة ولا عرف ديبة وقال له على يعني المشركين دي بإلا وكد إلا لخبركم سر سمحوا مسلمين فقرواكم سر سمحوا قبي بإعداد ناس أو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وجماعتكم سر جاهزين هلو أمرو قبي الله قبي إلا ببي لهم حسابهم ودعوا حسابهم ودعوا خالص أموال على قلهم باكم خمسين ألف دينار للقدر ثم40 فلقبا باعلو لكن ألف بيعر بديبة قبل بديبة وأبو سفيان على لقيت لنا cią والأخبار من المدينة المنورة مسلمين فاقراو لقبيق قياروك قبيق تجاهب عيد ناس او وباقيد باقيد لقوك لأكاد لأبو سفيان دي مكة انو النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فاقرا ما لو واحتمال در اونو وابع بيلاو او عفن قيانو فنقهم ولا الحسن ان دبيلا قديت ان در حد دي مكة الاكاد هب مكة انو كل ما استنفار وضو قبيلات يترفان عفاني يترفى كل ما اجتمعو وكان دات كمكمو امورو مدجه هزو قلو واجهو وقل جماعتهم قل العروف اقراو او ري تلفاني انبال ابو لهب ومن قبائل هين القبائل بنو حدي اللي هم تعرفو ان دي كوان لقبائل فاقرا ولا ديوش اللي كل فاقرا والجوح فاكم سلبات حو ابو سفيان اخبر اليوم نفر الاكاديبهم اه خلاص حين حالفنا بسلام حالفنا وانتم اقبلو مكة اقبلو بيلا يوم لكن ابو جهال ابا ابو جهال احنا يناقبلنا وافقرنا خلاص كلك لين اقبلو بيلا لكن قبائلت حتي قبائلت بنو زهرة لا قبائلت الا اه لا ريشت لنا ايوم اه الاخنس بن الشريق الثقافي لبول على اتو بيلا يوم ياها خلاص عواما اه اه ابو سفيان ولقافلت لنا هنا بسلام حالفت حين انا اقبل بيلا واسمحو ولو فتوم سلس ميل احلو ولا ولا باقين لتعرفان من هاللو الف نفرتهم لمن مكة لفاقرام المشركين ولا قبائل ولا قريش لالف نفر اللهم واسلو طي هرارو من دالهيرو عند قيسة اوالي سك بدر مت او وقريبا من العدوة القصوى بتكروا اه خارج شوية كزا مسافات برا من بدرتها ديب اللا اكان اللا تكروا ديب ميزان اكان فاسحات عباي ديبا قرار ادبر اللا اكان ديبا تكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا قصتنا هي اه سامعا وخبر ما طيوب ان قريش فاقرات هالليت وكمكمام هاللو وقال حرب جاهزة مهاللو وما تطار لو لكل امراء النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابو الوم قما الوم شاورا ومقرح ودو واسألا يوم ليلة الحاسل اله داكو مسلكم بل يمان نبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر قانتك قروم ته أجا وعمر قانتك وسلية قروم ته أجا واقوه المقداد قانتك ته أجا نا ابي curlEE والله يا رسول الله حينك مسربل اسرايق البلد اذا انت وربك فاقاتل انها انا قاعدون انجل بيس امو وغل موساقى مسر بيلوي ينبل لكن جراك دمانك ودقالبك وفنجلك لديك وقدمك وغراك انجبي بيلة ولهم لهم لا سمعناتا جروم تهاقو من اللوحر النبي صلى الله عليه وسلم استبشرة ولغيهم بدوح عجبتو صلى الله عليه وسلم وبالله فرحا وغطو سرى صلى الله عليه وسلم طيب ادي ديبالله ملوها للمؤلف قزوة بدر الكبرى هي اول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين وسببها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمرساد للعير التي فاتته الى الشام حينما خرج الى ذي العشيرة وارسل لها رجلين الى الحوراء من ارض الشام ليأتيها بخبرها ليأتيها بخبرها فلما مرت بهما العير اصرعا الى المدينة فندب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ولم يعزم عليهم الخروجة فانتدب 313 رجلا وقيل 314 رجلا وقيل 317 اثنان وثمانون او ثلاثة وثمانون ستة وثمانون من المهاجرين واحد وستين من الاوث ومية وسبعين من الخزرج ولم يتخذ هؤلاء اهبتهم الكاملة فلم يكن معهم الا فرسان وسبعون بعيرا فقط وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء ابيض دفعوا المسعب بن عمير وكان للمهاجرين علم يحمله علي بن ابي طالب وللانسار علم يحمله سعد بن معاذ واستخلف على المدينة ابن مكتوم ثم أرسل مكانه من الروحي ابا لبابة بن عند المنذر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد بدرا وهو موضع على بعد 155 كم جنوب قربي المدينة تحيط به جبال شاهقة من كل جانب وليس فيه الا ثلاثة منافذ منفذ في الجنوب وهو العدوة القصوى ومنفذ في الشمال وهو العدوة الدنيا ومنفذ في الشرق قريبا من منفذ الشمال يدخل منه أهل المدينة وكان طليق القوافل وكان طليق القوافل الرئيسي بين مكة والشام يمر من داخل هذا المحيط وكان فيه المساكن والآبار والنخيل فكانت تنزل القوافلة وتقيم فيه ساعات وأياما فكان من السهل جدا أن يسد المسلمون هذه المنافذ بعدما تنزل العير في هذه المحيط فتضطر إلى الاستسلام ولكن من لوازم هذه التدابير أن لا يشعر أهل العير بخروج المسلمين إطلاقا حتى ينزلوا ببادر على قره ولذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سلك طريقا آخر غير طريق بدر ثم تأنى في التقدم إلى جهة بدر أما العير فكان قوامها ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن خمسين ألف دينار وكان رئيس أبو سفيان ومعه نحو أربعين رجلا فقط وكان أبو سفيان في قاية التيقذ والحذر يسأل كل قاد ورائح عن تحركات المسلمين حتى علم بخروج المسلمين من المدينة وهو على بعد قير قليل من بدر فحول اتجاه العير إلى الغربي ليسلك طريق الصاحب ويترك طريق بدر إطلاقا واستأجر رجلا يخبر أهل مكة بخروج المسلمين بأسرع ما يمكن فلما بلقهم النذير استعدوا صراعا وأوعبوا في القروج فلم يتخلف من كبرائهم إلا أبو لهب وحشدوا من حولهم من القبائل ولم يتخلف من بطون قريش إلا بن عدي ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة بلقتهم رسالة أبو سفيان يخبرهم بلقتهم رسالة أبو سفيان بلقتهم رسالة أبو سفيان يخبرهم بنجاته ويطلب منهم العودة إلى مكة وهم الناس بالرجوع ولكن أبى ذلك أبو جهل استكبارا ونخوة فلم يرجع إلا بن زهر إلا بن زهراء أشار عليهم بذلك حليفهم ورئيسهم الأخنص بن الشريق الثقافي وكانوا ثلاثمائة أما البقية وهم ألف فواصلوا سيرهم حتى نزلوا قريبا من العودة القصوى خارج بدر في ميدان فسيح وراء الجبال المحيط في بدر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علم بخروج أهل مكة وهو في الطريق فاستشار المسلمين فقام أبو بكر فتكلم وأحسن ثم قام عمر فتكلم وأحسن ثم قام المغداد فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بن أسرائيل الموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك فأشرق وجهه صلى الله عليه وسلم والسرى بذلك إن شاء الله اللحلقة اللحة جلب شوي عبايتا ظنو أسل ديباتو أبيب الله كله سامى لنا اللقسم الأول تو من قزوة بدر الكبرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكفى اللماتي دي بجزول لأكها الآية تاكونا من قزوة بدر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة